بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل المجموعة الأخرى المجموعة الثالثة من تبويب الصفحة مجموعة تغيير الحجم لغرض مجموعة تغيير الحجم لغرض الملائمة تحتوي على مجموعة من الأوامر اللي هي تكون الحدد العرض العرض الورقة الطول الورقة والسكل الحجم الورقة من خلال أني نقدر نغير الحجم من الأفضل نحن طبعا أنه نجعل ورقة العمل تلائم الصفحة اللي الريد نطبعها مثلا قد وجود أكون عدد كبير من الأعمدة في ورقة العمل فلازم نحن نسوي اللائم ورقة العمل يعني نقدر نتحكم ونغير بالعرض والطول للورقة نقدر نستخدم خيارات تغيير من هاي المجموعة اللي هي تغيير الحجم الملائم للصفحة طبعا إحنا هناني مثلا نجي ناخد من مجموعة تغيير الحجم الملائم للصفحة بمربع العرض نجي نحدد صفحة واحدة بيت لعيوت مربع الطول بالارتفاع هذا الطول نحدد أوتوماتيكال أوتوماتيكي يعفو يعني تلقائي فهناني بالتالي حتظهر الأعمدة إذا نسوي بريفيو هسي هنلاحظ أنه الأعمدة تظهر كلها على صفحة واحدة لكن الصفوف احتمال تمتد المن إلى أكثر من صفحة واحدة نقدر أيضا إحنا نوصل إلى تخطيط الصفحة من خلال مربع الحالة من خلال شريط الحالة ونختار تخطيط الصفحة البيج لايوت هاي تخطيط الصفحة البيج لايوت مجرد أنه ضغط عليه هني فأقوم بعملية التبديل من طريقة العرض العادية إلى طريقة شنوه إلى طريقة العرض تخطيط الصفحة فانتقن نقدر أنه نوصل البيج لايوت عن طريق آخر يعني البيج لايوت نقدر نوصل لها عن طريق شريط الحال إحنا ناني نقدر نستخدم بمربع الطول إحنا قلنا بالعرض حددنا البيج وان بمربع الطول نقدر نحدد بيج وان بالتالي سيظهر من خلالي من خلالي أقدر أنه أغير اتجاه الصفحة مثلا أغير اتجاه الصفحة من العامودي إلى الأفقي أو أقدر أستخدم حجم صفحات أخرى تكون ملائمة لحجم الورقة التي أريد أطبعها مثلا تحتوي على أعمدة عدد كبير من الأعبيد عدد كبير من الصفوف فأنا أقدر أحدد أحدد الورقة العمل حجم ورقة العمل للطباعة يعني مثلا أقدر أختار A3 تكون ورقة العمل أكبر من A4 معاينة ورقة العمل قبل الطباعته طبعا المعاينة ورقة العمل قبل الطباعة مهم على مود تشوف أن ورقة العمل كيف ستخرج عند الضغط على الطباعة مثلا ما قلنا يمكن استخدام ورقة أكبر حجمة لاستيعاب عدد كبير من الأعمدة المطبوعة لتغيير الحجم الافتراضي لورقة قلنا على سبيل المثال نقدر نختار مجموعة عداد الصفحة نقدر أنه الحدد الصفحة تكون بدلا لأي فور نحدد ها أي ثريق فيتكون حجم الورقة أكبر أكبر حجم الورقة يكون شنو أكبر هذا فيما يخص مجموعة تغيير الحجم لغرض الملاغم نجي إلى المجموعة اللي هي خيارات الورقة sheet option هاي sheet option شو تضم مجموعة من الأوامر عدنا هذا الأمر sheet right to left هذا right to left يعني يغير اتجاه الورقة من اليمين إلى اليسار هزا شوف بس مجرد اضغط عليه هنتقل من اليمين إلى اليسار اضغط عليه اتقلت من اليمين إلى اليسار وبالعكس ايضا لدينا خطوط الشبكي هذه خطوط الشبكي grade lines خطوط الشبكي هذه خطوط الشبكي مجرد شكو بيها اكو بيها عروض يعني هنا خطوط حدود الخلايا وطباعته وكو print عدنا بيها اشتحتوي شوفان مجرد انه شلت الصح من view اللي هو العرض اختفت كل الخطوط اللي بوجودة بيه ورقة العمل مجرد انه ضغط عليه هترجع هي مت الشبكة ترجع الخطوط او الحدود الخلايا زين print الطباعة تكون على الورقة ايضا تحتوي sheet option تحتوي على العناوين الهيدن العناوين تحتوي على view العرب شوفها سنشال تشكو العناوين للصفوف والاعمدة جرد انه ضغط على view جرد انه ضغط عليه هترجع العناوين للصفوف والاعمدة فاذا شن الغرض من عده هاي العناوين انه اضغار واخفاء شريط حروف الاعمدة وارقام الصفوف جدنا البرينت الطباعة هاي الطباعة او عدم طباعة الفائدة هاي البرينت طباعة او عدم طباعة شريط حروف الاعمدة وارقام الصفوف يعني ما تطبع لي لا شريط الصفوف هذا شريط الصفوف يعني شريط حروف الاعمدة يعني هاي a b c d هاي ما تطبعها او ارقام الصفوف فاذا الشيت اوبشن تحتوي على الشيت right to left وهي فائدة انه نغير تجاه الورقة من اليمين الى اليسار وبالعكس خطوط الشبكة وهي الهدف منعدها انه خطوط حدود الخلايا وطباعتها print على الورقة وعدنا العناوين انه الهدف منعدها اظهار العرب هذا الفيو هو اظهار او اخفاء شريط حروف الاعمدة وارقام الصفوف هاي الحروف الاعمدة وارقام الصفوف والprint الطباعة ام هي طباعة او عدم طباعة شريط حروف الاعمدة وارقام الصفوف هذا مني مجموعة خيارات الورقة اللي هي sheet option فاذا احنا هنسى بالpage language اخذنا themes والpage setup وسكلتور fit والsheet option اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة